كما أكد وزير الخارج سمح شكري رفض مصر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة وأشر شكري إلى أنه ينبغي التعامل بشكل فوري مع المعاناة الإنسانية في غزة معربا عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الوقف إطلاق النار أهمية أن نصل إلى وقف إطلاق النار شيء جوهري ومتفق عليه بشكل كبير ما نسعي إليه بالتعاون مع أشقائنا في قطر من التوصل من خلال مفاوضات فيما بين الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق النار جزئي ينتقل إلى أن يكون وقف كامل لإطلاق النار إفراج عن الرهائن والإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين أيضا مرعاة لما نحن مقدمين عليه في شهر الرمضان الكريم ومنعا لاستمرار المعاناة الإنسانية خلال هذا الشهر